ووعدك يا دياب اني هتعلم ان شاء الله اخوي يا جابر لك يا سي جابر لك محروس كيفك؟ الحمد لله مش بعاد يا دياب تاجي وتستلم بضعف بذات نفسك لتفرج محروس على الشغل وبيقي واحد من نينة فلكنت دياب ده ما يعرفش يعمل حاجة واصلة لا يعرف يستلم ولا يخزن كتيره يعرف يتفق مع الخواجات وبس وبعدين يروح يأكل حمام وينام جابر دياب ملك الدخيل والتخزين والتشوين كمان والتوزيع ولسيت اياك لا منسيت شيء امو يا رجانة 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 ابدا اشتركوا في القناة 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 خبيص ده انت قلبك هيا سولة سلمة او أخي التوكيش هيا ايه رائعي بقى البقاءة لله امعلم منصور البياء في حياتك يا كبير كلنا ليها بشوات الموت علينا حك طبعا انت عارف ان ابنك الجابر اللي ارحمه مات قسناه القبض عليها هو بيحاول يدخل كمية كبيرة من السلاح لمصر بطريقة غير مشروعة وكمان تم القبض على ابنك التاني النياب وده طبعا بيسير الشكوك حواليك يا كبير حوالي يعني؟ النيابة أمرت باستدعائك للتحقيق بس طبعا بمعنك كبير الناحية فضلت إن أنا أجي أدي مواجب العزة وأبلغك من نفسي وإيه المطلوب دلوك يا باشا؟ إنك تيجي معايا على مصر علشان تحضر التحقيق دلوك وده وقته؟ عندك منع يا معلم منصور؟ إيه وعندي حضرتكم شايفين ناسنا وأهلنا وحبايبنا جايين يواسونا فمصابنا ما يصحش أهملهم وامشي وبعدك ديه هنطلعوا كلاتنا عالطراشنا هنعزوا في محروس ولدخوا سادق بيه يبقى توعدني بعد ما يمشوا الأهل والخلان والحبايب وتعزي صادق بيه إنك تيجي معانا على مصر لو كان لنا عمر إن شاء الله وأنا في انتظارك والباية في حياتك مرة تانية يا كبير السلام عليكم والله ما تكسب في ده ماشي ماشي ألف أبروك يا حسين ربنا يا مريف عليك يا فن برجف ربنا ومساعدتك ألف أبروك يا حسين يا ربش يا رجالة عبال عبدكو جميعا كده نشوفكم مساعدين يا رب يا رب ما استفرقتها ونا استفضل محلك سر تتبص لي في اللهم ما معتزة للياني ده اسطوب حسن غراده النقس يا تلمقدم ولا ما تنساش إننا القائل يعني لقدر الله المأمورية لو فاكست هتلاقيني ماسك صفارة طويلة من بتوع سمحين يا سين زمان دول وماشي في الشرح مين ديهاك؟ باتشار عليك يا حسين والله أنا فرحام من قلبي كينا اللي اترقيب بالزبط ربنا ما حرميش منك اميزه ولا حرمي منك حسين لو لاك العملية دي قد راحت في داية بجد ما را خليك ليه كول يا حامد انت بتغز الترطة ما تاكلها عيدل ده ايه يا رجل انت فيه ايه؟ دي طعنا نافضة من الشوكة عيو سيح ما هو قولك فيه ما هو منسوق اليه؟ من تهم الكلب سلاح من الخارج بغرض الاتجار فيه هو فين السلاح دي؟ جبطته على حاجة عندي؟ يا بيه انا راجل كبير من الاعيال وعندي ارض وطين تكفيني انا وعيالي طول عمل ما محتاجينش نشتغله في الممنوعات اه ما الارض محتاج اسلاح يحميها ولا ايه؟ السلاح على كرد الحراسة بس وبرخصة من عنديكم كمان انما تجروا فيه؟ لا تفصل بايه وجود ولدك الاتنين جابروا يديد في موقع التهريب ده ملعوب مدبرين ليهم ولاد الحرام انا خابر ولادي زين يا بيه لممكن يعملوا كده؟ دو المتلبسين يا بيه انا راجل كبير مجادر شحصي خطويهم كله انما يمكن الشيطان لعب عاجلهم كده ولا كده؟ والله اعلم لكن ما معجولاش اما عن ذات نفسي انا مليش صالح بالحكاية دي واصل امرنا نحن مكين نيابة انا اخلاق سبيل المدعو منصور شافيع البطاش بضمام محل القمر تفضل امت انا بختم يا بيه ماما انا بيت مقدم ألف مبروك يا حبيبي ألف مبروك وفين المقدم دهبوا يا حسنين يا مقاولة من رب رحيم دي نزل نصرف في اي كاباري ولا حاجة كاباريت انت صابت شرطة يا مادة مبروك يا حبيبي الله يبرك فيك يا حبيبي مبروك يا حسين ألف مبروك يا عام وحسام يا مشرف الله يبرك فيك امات اروح احذر لكم الغدا زمانك وجاعنيين خديني معك يا مومه سعدك ااااااااااااااا ايه بقولك يا محمد انت عايزك في موضوع كده لو النبي سيبني مع حسام عشان فرحمه لو النبي يا رسل روح شوك في موضوع يلا يا عم يلا فيه يا حسد؟ ايه ما حسيساني مزيت بداخل عليك فيه ايه؟ ونزعتهم للكلهم والله يا فرحمه هو يا سئيل يا رسل الحمد لله بعين الوحدة ايه؟ فيش واحدة مملوك؟ بحافظ ماشي دي نعرفك؟ واحدة مجموك؟ ماشي بحبة ايه الرسل؟ اساتر يا رب ايه؟ ناصر ايه يا زفتي فيه ايه؟ حاجة مهم ايه يعني؟ طيب مسافة السكة اخليك مكانك ماليش حالي بتناسف مش وار صغير نص ساعة وانا متحضروا غدا وهاجي على توصف درابة نص ساعة؟ نص ساعة؟ انت دايما بتقول نص ساعة على فكرة ما تخليك وقفة مكانك ايه نص ساعة حد زينا بسروح انا روح اساعد معكم اسعدهم في غدا ايش؟ حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء بأحالة أوراق المتهم دياب منصور شفيع البطاش إلى فضيلة المفتية وحددت جلسة اتناشر ستة لنطق بالحب رفعت الجلسة مكانك ما أنا أنت أود الحلالي سيدي دياب سيدي دياب سيدي دياب كلاميه دا سيادة النايب دا كلام العجل يا كبير وانت عارف وضع كنايب في المجلس حساس كبديية وأي صلة بناتنا دلوقت ممكن يكون فيها ضرر كبير علي دا بدل ما توسينا وتوج افجارنا وجوفي مش هيفرج معاكم كتير يمكن يدمرني خصوصا بعد ما تعرفوا أنكم تجار سلاح وبيجيت فضيحة في البر كله كمان الحكومة اشتبهت فيك ما الكل عارف وشايف وساكت من زمان بس بعد آخر عملية ومجابر والحكم بالأدام على دياب ثبتت عليكم ومحدش هيسكت والدياب اللي كنت دفننا في الجحور هتطلع والحكومة حط عنها عليكم أوعك تكون فاكر إن أنا تكسرت ولا المركب بتغرج وأنا مدريش لا فوق دا أنا منصور البطاش ومحدش يقدر يهزمي خلينا نتكلمه بصراحة كبير جابر والدك الكبير الله يرحمه كندرعك اليمين وربنا أراد إن يتجتها ودياب والدك الصغير كرجليك اللي بتمشي عليها ويا عالم هتقدر تمشي تاني ولا لا وكمان السن اللي حكمها كبير ما جاش في بالي إنك تاجي بذات نفسك وتقول لي كلام زي دي هي دي الحقيقة كبير مهما كانت مرة والكلام دي لمصلحتي ومصلحتك ومصلحتنا إحنا التنين نهدي اللي هيبقى الآخر ونكتع أي صلة بناتنا دلوقت لحد الفترة دي متعدل ودلوقت إيه المطلوب حكمت بالتخوي تعاود معايا لبيتنا تعاود كيف؟ وهي مرض دياب وعلى زمته ما تخيزنيش يا كبير دياب دلوقت في حكم الميت وحكم الجنون مش معجول بيتنا تفضل حداكم شهرة ولا اتنين ويمكن تبقى أرملة لا يا عمي أنا جاعد أحدهت في بيت جوزي ومش ههم الواصف إيه الكلام دياب ديه آخر كلام عندي لو كنت عاوز تسمع اسمع كلام عمك يا حكمة ما تعنديش ديه مهما كان عمك وهو قادر بمصلحتك مصلحتي؟ عمي عمرو مفكر غرف ما مصلحته هو وجيته ديه عشان يأمن نفسيه ويبعد الشبع عنيه فتجارة السلاح إيه اللي بتقول إيه ديه؟ أنا خابرة كل حاجة وعارف ما لعيبك اتحكشها ما يا بيت كلام ديه فتأواني كنت تقوله أيام ما كنت أحداك في بيتك إنما دلوقنا في بيت جوزي وأبو ولدي ولدك؟ أيها أنا حبلة أيها وعرفت كيف؟ ده شغلة حريم يا عمي وأنا اتأكد يا وجهة مطينا بطين واه؟ وجهة مطينا بطين أني حبلي؟ ده بدل ما تحب على رأسي وتباركلي لكن كيف؟ أنت طوله عمرك خوان ومليكش خير في حد اخرص يا بيت وقف عندك يا سادق كن في علمك حكبة من دلوق بتي واللي بطنها ولدي من ناس للبطاطشة وولتي ملكس سلطان عليها ولا عليها اعتبرني موت زي محروس فاكره؟ أخوي اللي سيبته في الدنيا يضيع من غير ظهره ولا سنة أنا فعلا متبر منك وأنت من الساعة دي لا من التراش لا ولا أعرفك حسر على التراشنا اللي ولوا عليهم كبير مماليش مطرحوا اخرص جهة ألسانك قلت لك حكمك من الساعة دي بيجيت من البطاطشة ومجامها من مجام بناتي واكتر وإحنا في سلونا اللي يمس طرف مارة من عنديني نقطع يده هاي شها من صور اسمي الكبير موسيقى 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 ولا همك حكمة يا بيتي فالله ما اشتريتيني لممكن نبعوك واصي الله يكربك يا عم من دلوك نقولي لي يا بوي أمرك يا بوي موسيقى 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 واه 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 معقولة دي مالك يا نجيبة تبكي ولا يا إيه ليها حق تبكي بدل الدموع دم بكرة حكمة تركب والدلدل عليها متوي اللي جابكم إحنا يا بو هوا انت دايما نجده احنا جايين نوعسوك في مصابك للان ما تصابتش ولستاني حفظة مجامي وبكرة تشوفه الجريلي يا حكمة يا بيتي انت ليه عملتك دي؟ واحدة غيرك كان ممكن تروح مع عمها وتتطلق من ديار وتريح نفسها من الموال دي ما تعودتش اهرب عشان انفط بجلدي ابوي الله يرحموا علمني ما خافش ممكن جوازي من دياب كان جسمه ونصيب ما كانش ليه يد فيه لكن اختياري اني عيش معاه لسه في يدي وانا اخترت عيش مع دياب حتى لو كان ميت قصيلة يا بيتي دلوك بس اتأكدت اني اخترت الولد دياب الزوجة الصالحة اللي تصونه وتوجف في ظهره بمدي يدي ليدك يا عمي عشان تكون لي ظهر وكل الجلبي يخاف عليك وانا مواقفة يا بدي وطار محروس ودياب وجابر فى رجبتي مش ههمله واصل لا خلي الطار ع الرجال يا بدي وانا مره بميت راجل والطار مبيفرجش ما بين راجل ومره حرجة الجلب وحده قولي ليه طار لازم ان ياخده افارم عليك يا بيت البطاطشة هفارم عليك يا بيت البطاطشة تسلم لي ده حبابتي هاي للود نيكل سكيتجي ده بيعمل افلام عظيمة عارف يا حسين هم زمانهم صغيرة قعدت فاكر فى الشخص اللي هتجوزه وحاولت اتخيله بتخيلتي ايه بتخيلت انه حد حلوه قابل حلوه قوي وبتقولها فخلقيتلي كده حلو ايه ده اول حاجة ما لافقتش لا انا قصدي يبقى حلو فى الكاريكتر بتاعه ويعني مش بس فشكله حلو فى ايه كاريكتر بتاعه كاريكتر بتاعه كاريكتر بتاعه حلو فشخصيته يعني ايه ده لافقت يعني ايه يعني كل واحد هنا في حاجة حلوة ومحاجة وحشة هادينا عرفنا الحلو نعرف الواعش بقى حرام عليك يا حسين احنا لسنا متجوزين وعيزنا نشوف منك حاجة وحشة لا بجده سنة بصي بقى لو فى اي حاجة فى مش عجبكة قولي هالي وش كده ليه انا انا بقضى معاك حزبت ستين سبعين ثمانين سنة الا بقى لو ربنا مش رايد ونزلت مأمورية قمت منشوش طلقة بين حواجبي فبقى ايه ده يا حسين ايه كل ده ايه كل ده ايه ايه كل ده ايه ايه ستين سبعين ثمانين سنة دي هو ده اللي همك مش عمك الطلقة اللي اخدها بين حواجبي وتبقى ارمرة لا بجد يا حسين بتكلم جد بطل تهرينا انا مبركش بص انا مش شايفة فيك اي حاجة واحشة بس في حاجة واحدة بس بتقريني منك وبحاول مفكرش فيها كتير ايه ما توشنيهش ساعات بحس انك شديد قوي فى الحق طب اده غلط لا مش غلط بس لو زاد عن حدده يتقلب ضده مم شديد فى الحق طيب بصي لو كنت شديد فى الحق سميها بقى طبيعة فطرة سلوة عالتنا سميها زى ما تسميها ايوه بس انا بس اكمل كلامي اهدي بالله كده اكمل كلامي ايه انا حوالي اقبالسة كتيرة سلوة كتير قوي وشداد شداد قوي بس فى الحرام عشان كده لازم ابقى شديد فى الحق طب ممر عشان قاتري تاخد بالك من نفسك شأنه ماليش غيرك فى الدنيا مالنبي مالكيش غيره فى الدنيا طيب ماشي عايزك بقى تشدي حريك كده وتزبطي نفسك هه عشان حجزت كم يوم فى الغرداء انكمل شهر العسل اللى تقطع ده بجد؟ الله طب هنسافر امتا؟ بص يا سيدي اخلص خطوة بطلات محمد واقفل شوية حاجات فى الشغل وامطيل على طول طب ونبي قولي قبلها يا حسين عشان انا بحبش مفاجآت انا بقى ما بحبش غير المفاجآت مش قلتلك انا بتاع تغيير يوم كده يوم كده امر كده امر كده واعملك حتة مفاجآ بقى دلوقت هاん مش عايزته اعرفينوا؟ الا قعى اريانا استنى فانا ذا فى الوقت ليكول اسكتشت حسين يقلصها عليم صح عليم اmegض stinky 壓 اه اعه Host هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااonn انا مام PG حكم العدام انا حتى موتي اللى حار الجلبي من جوا يا شابر المهات جدنا جدنا جدا وما قدرتش أعمل له أي حاجة اهدى يا ولدي اهدى عشان نعرف ونفكر وندبر نفسينا أنا خليت المحام ينقض الحكم الزالح استنى محامي وحكمي تاني الحكمي طلع طلع يا أبوي طلع وحبل المشلجة شايفه قدامي بعد اشتر عليك يا ولدي انت لازم تطلع وتعيش عشان تربي ولدك اللي جاي ولدي ولدي ايوه حكمة حبلة مكتوب علي مكتوب علي يا أبوي يوميت ولد ولدي يكون آخر يوقف عمش أشوفه يا أبوي أشوفه قبل ما موت هتشوفه لوالدي وهتربيه وهتجوزه كمان أحبب علي يدك يا أبوي أحبب علي يدك تخطي الكالي صرفة جواه أحبب علي يدك أشوفه لوالدي هتشوفه 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 ايه؟ ده شرف لينا جميعا وفي الحقيقة ما مش ألاقي عريس أحسن من النقيب محمد فأدبه أخلاقه وشهامته عشان أدينه بنتي ريهام يا فانتم ده الشرف لينا احنا نلاقي فينا عروسة حلوة وبنتي ناس طيبين زي ريهام بنتك بصراحة بقى من يوم موقف النقيب محمد مع ريهام بنتي في النادي وأنا بحبه كده للف لله من غير حتى ما شوفه شكرا يا فانتم أنا ما عملتش غالي الواجه كلك شهامة يا حبيبي أنا جوزي الله يرحمه كان شهيد من شهداء حرب أكتوبر والرئيس السادات قد باله نجمة سينة الحقيقة أولاده الاثنين محمد وحسام وارسين عنه الشهامة بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ابن الوزة عوام ايه يا عروسة؟ سكتة ليه؟ ها قبل ايه؟ السكوت علامة الرضا ولا هي أنيسة ريهام؟ شكلنا كده نبقى أصحاب قوي يا ريهام أنا كوان حسا كده ربنا دي من المحبة بينا إن شاء الله اللهم أمين يا ربي طيب نخش في الموضوع ساعتك حضرتك تقولينا طلباتك وإحنا تحتامك في الحقيقة أنا ملياش طلبات أنا بشتري الراجل لبنتي ريهام لا يا فانتم برضو لازم تقول لدي يا حجة أنا ملياش أي طلبات وما فيش فرق بيننا اللي تقدروا الجبو الجبو وإحنا نكمل الباق يا حجة صدقيني الحاجات دي كلها شكليات إيه يا جماعة إحنا مش نشرب الشربات ولا إيه؟ يا سلام حالي قبل الشربات يا مدام ساعة المشاة نتوكل على الله ليقرا الفتحة يلا على البركة بسم الله بسم الله و an-مم ما خبت زت متخافش يا حبيبي من أي حد طول مرى جنبك لحد ما تكبر ويشتد عودك ودفكر الراجل يخوف الرجالي أنا أبوك راح عندي ربنا وسابك نايب عنه هنيه ولازمة تبقى جوي وتبقى راجل وتشرف أبوك أنا بكل سين عشان أجل قوي واكبر مش بالواكل بس يا ولدي لازمة تبقى جوي وتبقى راجل يخوف الرجال ويبقى قلبك جامد والخوف نفسه يخاف منك وترفع اسم البطاتشة الفوق العالي أنت وعيالك وعيال عيالك ليوم الدين لحال الدين يا كبير قلبنا معاك تشد حيلة فيه ياد انت وهو مالك ياد انت هو عاد ولا حاجة إحنا جايين نوسوك وناخد بيدك في الشدة اللي انت فيها دي صح؟ إحنا مهما كان في مجام أولادك وإذا كان متلك راجل ربنا عوض عليك بتلاتة اعتبر ندرعك اليمين يا عمي ابتم خشمك يا دي انت وهو أنا ضوفر عين من عيالي برقبة مئة راجل زيكم وإن كان جاب الراح فديه قضى ربنا ولدي دياب حيطلع حيطلع غصبا عن عين التخير إحنا قصدنا انتو ما تسووش حاجة في سوق الرجالة واصل ولازم انت تعرفوا ان انا الكبير وحفظل طول عمري الكبير ولا انتو سدكتو كلام سادق سادق دي؟ أنا فعصب رجلي تب جربنا يا كبير وشوفنا رجالة ولا لا؟ جربتكم قبل كده ويكون في علمكم أنا جوزتكم بناتي عشان معاكم شهدات واهو الجواز سطرة بس كده؟ بس كده؟ وحسك عينك انتو وهو تفتحوا الموضوع دواسل أنا منصور كبير البطاتشا ويوم محتاج راجل يجيني ميت راجل في غامضة عيني مفهوم؟ مفهوم؟ مفهوم يا كبير غوروا من وشي حاضر يا كبير مفهوم يا كبير مفهوم يا كبير اشتركوا في القناة 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 يعني هو كان بيشتغل في فواليس رمضان ما هو كان بيهرب سلاح يعني متهدد في اي لحظة ومش فرق كتير لو اشتغلوا عليه حكم المهم انه هو برا الحبس وبحريته يقدر يبيع ويشتري حتى لو بوسيط طب وحسن باه لو سألك عليه يا طاهر انت حتقول له اه انا ما عرفش عنه اي حاج لا يا راجل انت ما تعرفش ان دياب هربوا هم بيرحلون المحكمة لا يعني سمعت سمعت زي زي اي حد لكن ما عرفش هرب راح فيه ولا لقم الفلاحين ده مش هيكل معاها هلا ها انا زارعك بسطوم عشان تجيب لي معلومات مش عشان تقول لي سمعت ايه معرفش الحبتين دول من الخمسة دول انا اللي اخترطوهم يا باشا انا مهما كان هناك حتة خدام لراح ولا جي وهم لا يمكن يقولوا معلومة مهمة زي دي قدامي لا انت مستنيوا لما يقولوها قدامك يا بني ادم انت شغلتك ترمي ويت تسمع تتطقص وتيجي تقول للمعلومة مش هكلك كده طهر كبيرت وجلدك تخن عالشغل ابدا والله يا باشي بس اني كل اللي بسمعه هناك يعني معلومات ما تستاهلش اللي اقولها لك وانت ايش عرفك يا حلوف تستاهل ولا ما تستاهلش انا اللي اقول تستاهل ولا ما تستاهلش اسمع على فتح موخك معايا وركز في معلومتين تقب وتختص تجيبهم لي من تحت الارض الاولانية مكان الولد ياه التانية دليل ادانة على منصور يا اما عملية جديدة يكون بيرتب لها علشان نمسكه ومتلبس ونخلص من الفيلم ده ونقفر القضايا ونرايح دماغنا بقى اه اوامرك يا سعاد تلباشي وتاخد بالك من نفسك سل لو حاسه بحاجة ها ها هيتبحوه ربنا يجيب العوائب سليمة ويسطورها يا سعاد تلباشي هامين يا رب يعني اه يعني اه مش عايز بني حاجة تانية سلامتك يعني امشي والله لو مش عايز تمشي ممكن تعوم اختار واحدة منهم واعيد لغاية تلاتة لا لا خلاص يا باشي اتنين خلاص هامشي يا باشي خلاص والله مش عامل حسابي هاعم ازاي انا يالله يا باشي كرطر الف خير سلام عليكم سلام عليكم سلام يا باشي سلام يا باشي مدفض ده أسيرة بقى يا وله جتك القرى في انت وعاطف في ساعة واحدى آني مالي ومالب قصدك مش فاهم ياخوي الوقت ده هيصفرني قطالي وهيشغلني كمان هنا وانت يا معفن انت هتجيب فلوس للسفر من ايه ايه ها من بركة فيك انت بقى يا خوي يا حبيبي من ايه من أديك شايف يا خوي أتّرعى جفت وبقى نت فاضيعة عشان خطر يا طه؟ عشان خطر؟ دول عشرين ألف جنيه وأوعيدك أول مرجع بالسلامة هاردهم لك الطاقطة جيه؟ جاك عشرين ألف عقرب عيقرسوك في لباليبك يا معفن يعني مش ناوة تديني الفلوس؟ والله لو اتشق لي بتقير دي قدامي كده ما نميديك مليه محمر ما كانش العشم، ما كانش العشم يا ابن أمي وأبوي الله ياد غور، غور من قدامي ياكش دي بيطلع ياكلك ما يتفضلش منك غير الطاقية أظن بقى مفيش أحلى من كده أربعة يام في البحر لا قوتيل ولا وجع دمال الوضع أحمد صاحبي ده وقت جدعا يومي مفكرش مرتين أقوم ما قلت له عايز المرجع إيه رايك بقى في المفاجأة دي؟ على فكرة أنا كمان عندي مفاجأة عشانك مفاجأة؟ ممكن تيجي توقعات جامدين؟ هيجي توقعات جامدين؟ هيجي توقعات جامدين قديني جيت يا ستة اسمع؟ اسمع هنا؟ مش سامح حاجة؟ انت سامعك وفاهمك توقعي قوي يا عساني؟ يا سمعتين؟ يا بنتي مش سامح حاجة تستهبت؟ حلفي والله روحت بالدكتورة وقالتلي يعني سلمة الصغيرة جاية؟ وحلعب بيها؟ حيبع عندي الحمد لله يا ما انت كريم يا رب الحمد لله يا رب حب عب حب عب يا باح ممكن روح جيب حاجة لا 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 انت تيجي هنا تعالي كده أعودي هنا تتحركيش وما تلعبش في أي حاجة يا ستة ماركيش دقا؟ عايش تاكلي؟ عايش تاكلي؟ عايش تاكلي صح؟ انا هعملك الأكثر يا ما انت كريم يا رب وعي تلعبي في أي حاجة يا مسلمة الله أكبار يا ما انت كريم يا رب عرشاني بديها دي اللي حاجة يا كدنية دي هبتدي منين بقى ربنا عايش فكهة وفي حلوات الحمدية كمان دي بقى عرشاني بديها دي اللي حاجة يا كدنية دي وانت بسمع برد الحمرة أو الصفرة أو القادرة الله الله هتبقى بأحسن دمي هتفرح قوي طيب يا حبيبتي بيطمينين عليك مع ألف سلام ماما ايه حمال؟ باركيلي باركلك على ايه؟ سيادة اللوة حماية نقال لي مع حسام أخيها الإدارة ألف مبروك يا حبيبي ألف مبروك ألف مبروك ده حسام هيفرح قوي بالقبر ده وده، أني هكلمه حالا ويوشره يا رب يكرمكم يا رب وميحرمكماش من بعض أبدا ابدا ده بتاسم صح ده اكيد بيعمل حاجة التفاح اكيد بيعمل حاجة يicio يا محمد ده وقتك علو أط sending محمد، خير إن شاء الله؟ ما تحذر فذر كده أنا عاوزك في إيه؟ يا سينيو ده وقت وقل لي أنت في إيه؟ سيادة اللوة هاني، نقلني معاك الإدارة بتتكلم جد؟ والله زي ما بقولك كده ألف مبروكة حضرت الزبط بسم الله ما شاء الله ده أنت جد تحت درسي، سبعة الصبح تبقى على مكتبك، هدورك مكتب كل ساعة وأنا تحت أمر تدوير مكتب ساعتك أما نعارف لك تحت أمري بس بنعنك تحت أمري أنت مش عاوز أي حاجة؟ ولا، ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة بوصل إيدي لأمك بس وقل ليها تتعلم أخذ بالك من لغاية بارجع يارت إيه يا عم أنت مالك مستعدت كده ليه؟ بقولك إن قلت معاك بتقفل معايا ليه؟ لما جيلك لما جيلك، سلام، سلام علشان أنت يادي، أنا حاج لك نمالي، علشان أنت يادي، هناخد دي بدل ها الكوي، الكوي أكيد برضو لي لازم يضا سامة وقص بقى ما أنا جايلك منطرف واحد حبيبا، ما سلمك هديتك يا عليق سالمك 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا اللي ورفعت تختار مساعدتك باشا تعال لي المكتب حالا انا عايزك بحاجة مهمة اسفت السكت ساعدتك سلام رعاية اللي عشا خير والله عفارم عليك يا ابو لغب انت تومر يا كبير انا داينة في الخدمة انت عارف اكتر حاجة عجباني فيك ايه قول يا كبير انت جدرته تكتر الظابط دي من غير ما يضرى بيك ايه دا احنا بنكتره مطاريت في جلب الجبل يبقى مش هنكتره حطة ظابط بيتمختر على البحر بس انت تأكدت ان الظابط مات ولا لا ايه يا كبير هو انا هاوي القاتل دي شغلتي ودبحت لك مرته كمان ملقاش دعو بالحساب هدية مني اباي تبحتها ليه لزوم التأمين وانا ضفت الشغل احسن تعرف اوصافنا وتبلغ عنينا المهم الظابط مات ولا لا وزمان السمك بيتعشى بيه دلوقت الله يطمن جلبك يا ابو لغب خد بيت المجاولة زي ما اتفقنا حلال عليك هو ده الكلام يا السلام بتعرف يا كبير انا كان نفسي من زمن اخدمك لانك راجل دغري وكاد كلمتك بس ما تاخدش عليها يعني هي مرة وعدد انت عارف انا راجل طول عمر يدي نظيفة وخاف ربنا بتعرف الظابط اللي انت كتلته ده كتل ولدي جابر وبينه وبينه طار وكان لازم اناخد طاري منه عندك العيب يا كبير طالما نفست اللي مطلوب منك وعملت اللي عليك وشجيت يبقى لازم انتاخد حجك ايوك ده اصلا ما تندليش لك مفزوري ولا يهنالي بال لما كونش اجيان بيه اه اما ليه اليد البطالة نجسة روح يا شيخ ربنا هيديك على كد نيتك ابا 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 الدعوة دي ليه ولا عليك يا كبير على كد نيتك عادي يا ابو لغم الكبير كبير برضك يا كبير ادخل خير يا فن في خبر مش كويس بس لازم اولهولك في اي فن محكا لها التاني في افراد ما بقولين اقتحم الياخت اللي فيه المقدم حسام وزوجة سلمة واعتدوا عليهم بالضربة امتى حصلنا؟ نهاردة الصبر طبو حسام كويس حسام دلوقتي في العناء المركزة في مستشفى في غرضها طبو سلمة سلمة تعيش انت شدها لك يا محمد الكبير ترجمة نانسي قنقر موسيقى للأسف المرام جتنا خلصانة ملحناش نعبلها حاجة وماتت هي والجانين اللي بطمها هيك تحامل موسيقى موسيقى وضعه سيء أنقذه في الوقت المناسب الحمد لله انكتب له ممر جديد يعني هل تتحسن إن شاء الله؟ إن شاء الله يا ابنه لازم يكون فيه أمل يدعيله يدعيله موسيقى 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 أنا نقيب إهاب هيبة من غافر السواحل موسيقى في الحياة احنا قتلنا شرط استغاسة من يخطف عرض البحر وحددنا كانوا من خلال جي بي اس أنفي مبروك علينا يا كبير اقده جابر ومحروس يرتاحوا ودمهم يبرد في تربتهم المهم حشوبك ميتة متعوقش علي يا بوي وعليكم السلام أي وقت موسيقى 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 أنا مش عشتانة يا واد عمي حبك الويني مين وزقيني يا واد عمي مين وزقيني يا سلام يا سلام عليك يا سيدي الناس لما بتيبقى رايق طب فرحنا معاك وقلنا فيه ايه الكلب الضابط اللي كان فاكر نفسه ياما هنا وياما هناك ونقطت لنا في كل عملية واخر المتمة استجرى وبد يده وقتل أخوي يا جابر كان لازم نجيبه خبره صح؟ صح؟ وعملته في ايه؟ ولا حاجة دب احنا له مرته وبعد قده قتلناه ورمينا جتته للسمك يستاهل قتل الجتلة دي أيوة يستاهل يستاهل الله يرحمه بتقول ايه؟ أنا قف اقول الله يرحمه غرفي داي مين وزقيني يا واد 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 من صغر زيني أنا في هنا، أنا في هنا، أنا في هنا محمد حسام فيني حسام فيني. حسرا يا رب. أبنيا، بجي، بجي فيني. سلم فيني يا محمد. أنت يا محمد سلم فيني. ما تنتق فيني، بجي فيني. اشتركوا في القناة انا جيت بس عشان اقول لك حضر لي لي شنط عشان يجب نمشي عطول حضر لك شنط انت رايح فين وفيش هاي بتصل بصل ايه معتز في ايه حسن مسلم مالهم نصطلوا علي ماما في الغردة او ضربوا طب حصلون ايه حسن فرنال مركزها وصمت عيش انت بلحول الاخوة الى بالله بلله وانه اليه رزال اشتركوا في القناة ما ديم rashواتية futur ما رزال بلحلم 想ليλλات كثير جواتية بلحلم كثير جواتية فضل يا سيدياء واحدان قوم را سيدياء اقعد قل لي يا واحدان انت ايه اللي جبرك تقعد حدايا هنه وانت عارف زين ان الحكومة بتدور علي وممكن كلنا نروحوا في داهية انت صحيح ما خبرش انا عملتك ده ليه؟ انا جلة وانا عاوز اسمع انا زي ما انت خبر وحداني بوي ميت وامي عتشتغل خدام حداكم في البيت الكبير وانا صغير كنت انت دايما بتلعب معاي زي اخوك واما كبرت خدتني معاك مصر امي الدنيا لا عمرك استكبرت علي ولا استعليت ولا اتنكبرت علي زي باجيت الخلب دايما كنت ضاهري وحمايتي اكل واشرب وانكسي من خيرك انت وانت على جلبك كل ديه زي العسل بعد ده كله عايز نهملك لوحدك في شدتك لا يا سدياء ان انا بجاجليل الاصل وناكل الجميل بالدرجة دي بتعزيني يا وهدان لا لا اكتر بكتير انا عندي استعداد احط حياتي في كفي وعرض نفسي للموت ولا ان مخلوجي مسلك طرف بتعرف يا وهدان انت كبرت بنظري جوي بعد الحديد ديه دي مش حديد يا سدياء مش حديد دي الحجيجة وانا مهما عملت مش هوفيك حاجة ربنا يخليك لي يا وهدان وتخليك لينا يا فديد بصحتك 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 موسيقى موسيقى المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة وتقولي انت عاوز ايه بدل من انت عملت لفه الدوري في الكلام عايز اقولي ان ابنك سادة المقدم المحترم هو السبب في مدبنتي حسام وفي غيره كان وشه قزم الساعد علينا كلنا يا ماما ما يصحش كده اسكت انت يا طنت يا طنت اللي حصل ده كان قضاء وقدر واللي حصل لحسامة كانت شوية ما تقلعيش بكرة يقوم لكو زي الجن لا انت زودتيها قوي عسمة هان بس انا عارفة ندنا غالي وعشان كده هقدر موقفك عن اذنكو بسوان يا طنت هجا وصل حضرتك لا يا حبيبك اتر خيرك انا نازل الواحدي حقك علي يا ماما وليه منك حماما شنا اسفح ما كانش صح يا طنت انك تكلمي ماما بالطريقة دي وخصوصا يعني انها في بيتك يا شيخ انت رخرة انا دخل اقطي حبيبك الحمدلله عسلامة عفصامة نورت بيتك ايه عفصامة بقولك نورت بيتك اتوحد اللهة كده هيلاه الله هيلاه الله الله أنا عارف إن الصاد ما كانت شديدة بس ده قادر ربنا ولازم نقباله نعم بالله نعم بالله طيب بقولك إيه ما تجي تقعد معنا في البيت اليوم من دول على الألة الوسطنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنا عبت هنا محمد مع سلمة استهد بالله بس حسين سلمة حيطار مع سلمة إزيل بس تيش مصدق؟ أنا عبت مع سلمة؟ أه فكرة أسهة بتفكرني مجنون صح؟ عقوق أتجن practise أبات مع سلمة وانت روح سامع صوتها تندقل لجوه روح انت عشان هتخل لها سان موسيقى هذين جيت البيت هسبت انت فين بقى فين سبتين الوعد ومشيتين كيرا سلمان وانت عليكي سبش انت اللي اغلطانا انني ماعرفتش عاملك حي بس والله العليه العظيم غصب عني غصب عني غصب عني يا سلم والله والله غصب عني يا حبيت غصب عني غصب عني غصب عني غصب عني يا سلمان اشتركوا في القناة السلام عليكم وفن كيف نمت بالدخل؟ المعروضة باشي وعصبي كده ليه؟ عصبي كده ليه؟ هيا بازنة باشي كل ما هنالك ان انا زابط شرطة برأتوا الدباحة قدام عنيه؟ وويف زيل اعرفش يامل حاجة؟ ادي كل الحكاية حسامة انا مقدر موقفك وفعلا عايزة ساعدك ساعدك عايزة ساعدني يبقى تستعجل اذن النيابة بتعمر معليك باقتحال الاماكن دي ايه الاماكن دي؟ دي الاماكن الاحتمال يبقى مستخبى فيها دياب ابن منصر ربطاشة عملت تحارات على الاماكن دي قبل ما اقتحمها؟ من غير تحارات يا باشا انا متأكد من اللي بقوله متأكد؟ ده كلام حسامة انت عارف ان احنا بنشتغل بالطريقة دي؟ يا فندم انا مش زابط شرطة بيجيب حق دولك انا بني ادم مدبوح مدبوح يا باشا وجرح يبينزف ومش هيهدالي باقل غير لما اخد حق مناطم اللي دبحوها بسكينتين مقدام عيني حسامة روح دلوقتي وهدق عصابك واسبنا نشوف شغلنا مش هرتاح يا فندم ولا هيدالي باقل غير لما اخد حق ولو ما اخدتوش بالقانون سامحني هاخدو بيدي حسام ما تنساش انك زابط شرطة ومفروض تحافظ على القانون مش تكسروك والعدالة البطيئة ظلمة العدالة البطيئة ظلمة وربنا ما هرداش بكده ومش هستنى لما تجيبوا لي حق دا لو عرفته تجيبوه يا باشا انا مش عاصبك دلوقتي لاني مشفق عليك انا مش عايز حد يشفق عليك ولا عايز اصعب على حد ولا حد يهتف عليك انا عايز حق امراتي يا فندم وقال لك اسامان بالله حقته بايدي حسامة انا بعملك لغاية دلوقتي كابني ارجوك ما تتطرنش ان انا عاملك رسمي حاضر فندم سيادة المخدمة ما تنساش انك بتكلم له وساعدتك ما تنساش انك بتكلم بني هدم تمام ساعدتك اللاجول يا كبير ايوا يا بي تكتوري ايه دي اللي هنجوه في البحر ايه كرة طب مصمور يا رجل منا ورا يا ستحيك مال ايه دورك يا طهر؟ موسيقى 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 المترجم للقناة 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 تفضلي تفضلي يا بدي دياب الحمد لله السلامة يا دياب الله يسلمك مش كنت تقول لي يا بوي عشان نعمل حسابي؟ تقول تعملها لك مفاجأة أحلى مفاجأة في الدنيا كلها هاخد طاهر ووهدان ونطلع مشوار عالبر معك حق يا كبير هاخد طاهر ووهدان 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 ومشاكل ووهدان يعني انت برضو مصمم؟ عشان خاطر ما تنضغطيش عليها وتوكلها على الله سيبيني الوحد حاضر يا حسيني مش هضغط عليك وهسيبها كل واحد بس لازم تبقى عارف ان احنا موجعين عشانك قوي وطعبانين بسببك طب اي جاعد انا معي مو صيريك متوجعيش علبي بقى وتوكل على الله شوف صاحبك ساقق موسيقى 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 ما عرفتش أحميها وراحت من بني داي اكي يا حس قدر الله ما شاء فاعلي يا اخي لا إله إلا الله لا إله إلا الله ده لما صدقت لقيتها وقلت ربنا بيعوضنا على اللي فات طومت الدبح تدبح قدام عناي وقف مش عارف أعمل حاجة أنا آسف والله العظيم آسف بس انت مغلدتش يا حسان لا هتقول ليش مغلدتش عميها تاسف تقول لي اني غلطان وخاجب معرفتش أدفع عمراتي او طلع طبان جيتك وضربني طلقه وابعتني ليا يا غلا بجد صاحبك واخوك لازم تساعدنا معتز لازم أخد طرس المميري وملكي لازم أقطع من لحمهم حتت تعرف اي الدكيجي كانت تمر تقولي نيساني ربنا وحده العالمة وحشت الجديه غالية قلبي كان حسس بيك وروحي كنت معاك بس أنا كنت عارف عارفي انك مش هتقدر تبعد عني انت عمري وروحي وحياتي كله كمان أحبك يا حكمة أحبك تعرف لما بتقول لي الكلام دي بيدخل جواد قلبي بيحسسني الملك الدنيا كله عبيانتي ربنا يجدرني وخليكي مبسوطك ديه على طول خليك حداي ونبجي مبسوطك أنا ولدك قمو عنه ولديك نفسي نظره بعيني نفسي علمه وولعه ونفسي يطلع فالجة جمر زي أمه لساك شايفه وفالجة جمر إياك دمت الجمر كله يا بيت دين حب دين حب يا ربا لا ما استحيي تستحيي تحب كوني أوواني كلهما تحب كوني تالي 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 تدين تحبه تحبه اشتركوا في القناة موسيقى 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 انت من امت بتشرب سجاير يا حسيم؟ اهو بنفخ مفيش غل يا ماما حابني ربنا موجود مات اعملش في نفسك كده تحد يبقى حرام؟ موسيقى يعني هو حرام اشرب سجاير ومش حرام اللي حصل لي استغفر الله العظيم ابني يا حبيبي ده قضاء ربنا ولا رادة لقضاء الله يا ما فيه ناس بتحصل لهم مصايب كتير وبيتصوروا من دي نهاية العالم لكن بعد كده بيكتشفوا انها مجرد محطة وبتعدي سلمة مكنتش محطة اماما حسامي يا حبيبي انا تقريبا مريت بنفس ظروفك دي لما ابوك الله يرحمه مات الدنيا ضلمت في وشي بس اكتشفت في النهاية لما ربنا الداني نعمة النسيان اني دي كانت مجرد مرحلة وكان لازم ابتدي مرحلة جديدة ديك انت واخوتك والحمد لله وربتكو احسن تربية اكبرتكو وماليتو علي الدنيا كلها كان عندك حاجة تعشيلها فانا وشايندا محمد لما انا عايش ليه تحيش لنفسك لحياتك لمستقبلك حسامي يا حبيبي انت ابن عمري انا لما انكسرت ماليتش حدي يقف جنبي غيرك انهاردة لما تنكسر بستكتر علي اني قف جنبك حياتي ورحمة سلمة لو كنت بتحبني ام ايا ام ايا او مروح معايا هؤدره طيب يلا يلا ام ايا ام ايا انت حضر هاتوا مع بعض ما تلعب عيد اليادي انت بضحكتك النتنا دي بدل ما اديك في وشك اخنفك ما نبقى العبعيد الاهو حلوهوك مني حظة على منك يعني انت حظة على مني دي حظة عوالم دي انتش فهمك في لعب الورق انت خبراء هتفضلوا جاعدين تلعبوا في الورق دهتوا للنهار اليوم هيخلص وانتوا لست جاعدين وانت عايزانا نعمل ايه يعني ما احنا قاعدين مستنيينك لما تتنييني تخلصي الطفح اللي حنطفح لا الله هتطفحك الدم يا مستيه حسن بيه انت خليتي يا حسن بيه تبيني يا جنة انت وعايزي بيه انا اتكلمك تايف الفوش يا ابن الكلب يا عاطس اتهدأ بالله بس يا بهشي خلينا نتفاهم انت فكر اني مش عارف عجيبك ده انت لو في بات امك يا راح عجيبك يا لك قادر وتعملها يا سعدت البهشي بس يكون في علمك انت لما كلمتني انا كنت قاعد مع منصور وما كانش ينفع ارد عليك وقلت ان سيادتك هتفهم وما كلمتنيش لما خلصت مع عاسي زايفت اه طب ممكن تهدأ بقى عشان نتفاهم ولا تحب تكمل ضرب بناتك دول ايوا يا باشر ما تخافوش يا حبايمي انا صاحب ابوك وبهزر معاه شوي ما تخافوش طب انتو صاحبو بتهزروا مع بعض اه نزام بيه اكل كافي زي ده على جفاي اخرصيها ده لمن بس يا باشر بس يا ابن الكلب يا واطي ايه وانت يا وليه خش انجر يعمل لنا كوبايتين شاي بدل ما انت وقفة كده زي التلاجة البيضة وما تخافيش ده حسان باشر مديري في الشغل ما تعمليش حاجة يا ستة انا عايز جوزك في كلمتين وهامش على طول يلا ما في حياتك يا باشر حياتك البقى يا طاير والنعمة الشريفة انا اتفاجئت زيك بالزبط بس انا حذرتك يا باشر وقلتلك ان منصور دي حطك في دماغه المرة دي بقى ان اللي حطيته في دماغي هو ودياب ابنه وانا وهم في الدنيا دي كلها والله عندك حق يا باشر يا ساتر ده اللي زي منصور ودياب دي مساخوا الدنيا الله ربنا يبتنهم بمصيبة ويريحنا منهم على هيد ان شاء الله نسمع طاير ركز في اللي هقولهولك ده وترتق ودانك كويس وتنفذ اللي هتسمعه بالحرف الواحد والان يتسلم المقدم حسام نجيب الهلالي نوت الشجاع من السيد وزير الداخلي ليه هذا ما والنبي هماما بس ادعى انهم معتز يقوم بالسلامة هيا تتجايزة بحالة ايه بلا هي لو حبيبتي ربانا يقومونك بألف سلامة يا رب انا اخليك يا ماما ما عالش بتحديك ما عالش سبعة سلامة موض الشجاعة للرائد معتزع الزيتين الحكيم هتسلمها عنه المقدم حسام نجيب الهلال اشتركوا في القناة 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 كسروا في البيتكم ايه كسروا في البيت ايه اجل ساعدكم ايه باشا مش تبصوش روه ابني دي اعمل السندودة بتغيش سمريك انتاك كنت جايبه اهام الله ارحمه حتة من جياز يا ايه نعم يعني مش غالية بس هاو والفلوس اللي جوا دي الفلوس دي انا معرفش عنها حاجة باشا حسنبي احنا قاسفين مضطرة ابو دليك هاو طب تفسر بايه وجود صندوق الفلوس اللي اناف شاعتك قلت المعليك ميت مرة معرفش عنه حاجة وما لدخل شاعتك ازاي نقول تاني ساعتك السندوق بتاعي ملكي اللي جوا السندوق انا معرفش عنه حاجة يعني بالبلدي كده ساعتك حد حط الفلوس دي جوا السندوق بس المعمل الجنائي اثبت بالمعاينة ان مفيش اي كسر في كلون الباب ونوافذ الشاقة كلها سليم يعني اللي دخل دخل بالمفتاح ما عليك احنا بشر بني ادمين واجلا ملاياسو ممكن اكون يسيب باب مفتوح شباك مردود واللي دخل دخل منه يا فنة ده وارد بردو بس المعمل الجنائي اثبت عدم وجود اي بصمات لاشخاص مجهولة داخل شاعتك يا باش احنا رجال قانون وانا رجل شرطة يعني بلوايم كده اللي حيدخل يعمل عملة زي دي لا حيسيب بصمات وراه يا اما حيلبس جوانتي انا عملك رئيس نيابة مبني على البراهين والاسبتات مش بلوايم يا سيادة المقدم بقول لك ايه ما تعترف يا باشا ما صحش كده يا فنة ما صحش كده والله العظيم ما عرف حاجة عن الفلوس دي ثبت بالمعاينة وجود مبلغ مئتين وخمسين الف جنيه جوا السندوق واكرار الزمة المالية اللي انت قدمته خالي من المبلغ ده وده معنا ان فيه شبه التواطق بينك وبين مجموعة المهربين يا فنة مجرم مجرم انا قابض عليه قبل كده ميت مرة طبيعي انه يعمل كده يا باشا وبعدين يا فنة انا لاقي اسمي في الدخلية حضرتك تقدر تسأل زمايلي عني وتشوف ملفي يقولك مين حسامي الهلالي بقولك ايه اهدى بقى كده بقولي ايه مصدر المعلومات اللي كنت بتبلغ بها الادارة بتاعتك عن مجموعة المهربين ده كنت زارع وسطهم واحد ساعتك يعني بالبلد كده مرشد بيجيبلي اخبارهم اول باول اسمه ايه اسمه طهر المشطي يا باشا بس من فضل ما عليك لو حتستدعي تستدعيك في سرية تامة ليه؟ علشان لو عرفوا هناك البطاطشة حيتباحوه وحيغيروا ساستم شغلوهم كله ونركع من تاني بقى حاولين يا كيكا والسلاح يملك بقى وهو كذلك هل لديك اقوال اخرى؟ لا يا فنة بساعتك لديك اوامر تانية مبرنا نحن بشام رشوار رئيس النيابة استدعاء السيد طاهر المستيهي المشارئ ليه في المحضر لسمع شهادته في سرية تامة كما امرنا بحبس المتهم حسام نجيب الهلالي اربعة ايام على زمة التحقيق واقفل المحضر في ساعتي وتاريخي اتفضل ساعتك امدع المحضر موسيقى الله العظيمة محمد ما اعرف حاجة عن الفلوس دي امت تسدى ان اخوك يعمل كده؟ طبعا لا انت بتحليف لانا واحسام تلاش ان شاء الله ربنا هو في جنبك ويزر برقتك انت مين عاملو فيك الوقت حامد؟ اعرف اعرف ومش مستقرب لان هوات خسيس بس يبقى خسيس لدرجة انه وضاع مستقبلي ليه؟ ليه؟ انا وراء الحد ما اعترف انه شايتزور مش هعترف مش هعترف ومتتعبش نفسك ده ما صدق يستطفل مال عكرة عشان يوسخ سمعيتي فاكر انه كده حيركب في الابارة اكسم باللمح انيه على ساعة واحدة فيها انا عايز اعمل توكيل لساير عشان يدافع عني احنا طلبنا من ساير انه يمسك القضية ورفع الساير بغير قوي معناه حسام الساعة مطابض عليه انا كمان بقول ما شفتوش يعني في تحيات النيابة ما تشيلش اهم يا حسام انا جبتلك اسماء وعنوين اكبر محامين في البلد اختر اللي يعجبك عشان تعمله توكيل خلاص اخترت مين يا حسام انت يا شد ايه اللي انت بتقوله ده مش هلاقي حد قلبه عليا زيك بس انا مقدرش هتحمل مسئولية كبيرة زي دي انا لسه محامية صغيرة موضوع مش محتاج محامي كبير موضوع مش محتاج محامي كبير موضوع محتاج حد ميحبني وقلبه عليا واصق ومؤمن ببرأتي انا مش عارف اقولك ايه هده وقدوده استاذا ارى يا امي ما تلعيش هل عيني يا ابني اشوفك في الوضع ده ما تلعيش يا امي انت بس ادعيلي ادعيلي وربنا كبير ان شاء الله خير يا ابني ان شاء الله خير يا رب الله يا رب يا رب وبناء على ما قد سلت فاني اطالب سيادتكم ببراءة موكلة من التهمة المنسوبة اليكم خلاص يا استاذا خلصت مرافقتك في كلمة اخيرة بستسمح سيادتك ان اقولها اتفضلي هي مش متعلقة بالقانون لكن مهمها القانون دايما بيحكم بظاهر المستندات لكن روح القانون دايما بتبحث عن العدالة فين ما كانت حتى لو فيه ادلة وشهود وكتير من القضايا كان فيها ادلة دامغة على الادانة لكن في الاخر استقرد امير المحكمة على العكس ذلك سيادت العاضي انا بعترض دي محاولة للتأثير على هيئة المحكمة الموقرة الاطراض مرفوضة فبدالي كميلي يا استاذا كل اللي عايز اقوله سيادتك ان موكلي كان طول عمره حسن السر والسلوك والكل بيشهد له بذلك ده غيره انه زابط مسؤول عن تنفيذ القانون ولو كتير من الاعداء اللي بيتمنوا انه هم يلفق له قضية عشان يخلصوا منه فمش معقول ان احنا نساهم معاهم في ظلم وانشوه سمعته اللي عمرها ما تمثت بسهو لذا اطالب من هيئة المحكمة الموقرة بالرقفة مع موكلي وتطبيق روح القانون وليس تطبيق القانون نفسه وشكرا الحكم بعد المداولة احكاما 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 انشاء الله براه احكاما انشاء الله احكاما احكاما يا حسام المحكمة استعملت معاك الرقفة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حكمت المحكمة حضوريا على المتهم حسام نجيب الهلالي بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاس وامرت بمصادرة المبلغ المببوط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صاحة اشتركوا في القناة بقى الورد الجديد ده اه حسن من نمبر وممت بقى العلم ايه ومتك يا زمين ايه ركن انت ابو ايه انا السحن دي شفتها فين قبلي كده مسيق عليك النادي بحيات ابوك يا شيخ صدني فعالي انا فعل مكفيه بقولك ليه تكلم معلم عني تكلم معلم عني تكلم معلم عني اذن ياه استخدام الله سيبك منه يا بابا الجدع ده بصته شئز قوي شوان مش عارف شفته فين قبلي كده مش فاكر تعالها نشوف الدباحتين اللي هناك دول يضل روح ده عمره كمعان ام يا ام يا ام يا غنتا وهو ايه ام انتوا بتتفرقه بص اسمك يا شلطة منك ليه بص يا دوجلس من غير شلطة والكلام البلدي ده انا اسمي عريان عريان المالت من اعيان اسكندرية يعني اهدى كده على نفسك عشان نبقى حبايا هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يا سيد سواسي عشنا اجمل ايام حياتنا في السجن اللي احتياطي مع بعضنا ويا ما عملنا مصالح على الناس ماشي عد انت عشان خاطر المعلم سواسي مرسي يا ممبي راح فيني هاي انا حضرتك زي طبعا المعلم سوسيس معلم سوسيس سوسيس يا عيل يا سوسيس فيه بس احريكو اللي معه وسطة بس هو اللي بيعدي اه اللي معه وسطة بس هو اللي بيعدي عبك ولا مش عاجبك فيه بس حرك ليه مستقصدنا انا عملت حرك حاجة تاسمك ايه ها حركة انا اسمي 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 اه ده بسكل انت مش عارف اسمك وليه انا اسمي حضرتك اسمي اسمي دولار اخ درق عملة صعبة يعني طب ايش عاجب اشعل ايه حضرتك اشعل السجارة يا عبر انا اشرف السجارة والله طب قلب نفسك وقت يعني ايه قلب نفسي يا عها毒 اللي في قيبة بتطلعه اللي انا مش مع reserves آتي هو انا داخلين ما فتشونا وخدم كل حاجة ما عايش ايه حاجة ما اخه اخه ح況 ما عايش اية حاجة اه انا مصدق انا اخليك تمت عبيت ولا شكلك كده؟ ليه بسه هو قال لي ينا مصدقني و أنا قلتلك و ده من نزوقك و أنا شخصك حضرتك هو وش في حاجة حضرتك وش أنت بتتمنظر علينا بالنضارة دي هاد؟ لا حضرتك أنا مش بتمنظر بس اديه نضارة نظر أنا نظر عائف شوية فدي نضارة نظر لازمان النضارة دي لذي بس حضرتك كده أنا أكاد أكون مش هاي بحضرتك أساساً مش مهم تشوف في حاجة تاني يا حضرتك هي مش لايقة على حضرتك خالص مش قصد حاجة والله بس يا يعني فعلا هي مش لايقة على حضرتك الوقت ده بيبق بك كتير او اتغبق بك كتير مني يا او حضرتك مش اي حاجة خالص كده مش اي حاجة نحيتي كنت جانب حضرتك متكلبشين معبه وضربوه بخده مني المندرة مش شايف اي حاجة بيخده المندرة مش شايف اي حاجة خالص حضرتك حضرتك ساكت ليه انت الزابط المرتاشي اللي اسمه حسام الهلالي انا باش الزابط اللي اسمه حسام الهلالي بس مش مرتاشي شكلك ملاوة وعاست تشد تشد ليه انت سألت وانا جاوبت ايه المطلوب انا هنا اعمرك وانت تنفذ الاوامر مفهوم؟ ينظف الحمامات خمستاشر يوم ووالهم انا تفتش وبهتت عليها وساختك هيبالي معك كلام تاني مفهوم؟ 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 وانا أعمالاقول شوفته فين؟ شوفته فين؟ ده بقى الزابط متاع الصعيد حسام الهلالي وشو محاق الله بس ما حسن على عين يا بني على عين اللي حصول لك ده مالك يا حسين مساكت ليه هتكلمه ليه تقول اي حاجة تطمننا بيها عليك عايزة تطمنها لها شهيدة مظلوم مظلوم ومقهور كل حاجة حلوة حلمت بيها تبخرت فجأة ماشي تنفق ضلبة ما فيهوش ولا سنة نور علي الشابني أصبر أصبر ده اختبار من الله ويختبرني كده لها مام يعقبني كده لها أمي أخد ثلاث سنين وبعدين النقض يترفض ومرمي بقى لي أكتر من ست شهور زي الكلب في السجن وأنا أصلا بريه والله العلي العظيم بريه يا أمي يا حبيبي ده مش عقاب ده اختبار من ربنا اختبار منه علشان يشوف قوة إبانك وصبرك على البلاء اللي ادهولك ويابتليني لي يا أمي ليه من على ايدك ده ما تربيت ده لاب لبطنك يا أمي طول عمري ماشي صح عمري ما خلفتها أوامر ليه 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 قلش كده يا حساب أكد ربنا لي حكمة فده ايه يا بقى بتعرفيها؟ تقدري توليها لاشان ده؟ الحكمة النمراطي واللي فبطناها يتدبحوا قدام عليهم ما أعرفش أعمل حال الحكمة بعد ما كان بيتضرب بها المسأل أدخل السجن بفضيحة بفضيحة يا ابني حبيبي أكبر دليل أن ربنا بيحبك أنه ابتلاك سبحانه وتعالى يبتلى الأبني أنا مش نبي أنا مش نبي يا أمي أنا عادي أنا إنسان عادي أقصد وحينكم تعيش عادي ومتعادي ما تبادلش المقدلة دي أنا آسف أنا آسف إنما لما خليكم تفخروا باية عارتكم وجرستوكم في الدنيا كلها آسف أني ما قدرتش أبقى ظاهر وسند ليكم أنا آسف على إيه ولا إيه ولا إيه ما تقولش آسف على إيه حاجة حساب اللي أنت فيه ده شدة وهتزول إن شاء الله آه والله شدة وهتزول وربنا إن شاء الله هيثبت برأتك وهيرضي لك كرمتك أخذي ابني أخذ المصحف ده اقرأ فيه والله هو اللي هيديك على كل حاجة نعم بالله ومحمد فيه ما جاش معاك وليه محمد ما أنت عارف شغل يا حسيم طول الوقت في مأمورياته مش فاضي بقوا بلغونه وعاشتني بيس أشوفه خليه يزورني وانت منجوش هنا تاني خلص ليه ليه حبيبي بتقول كده ليه يا ماما المكان ده مش مقامكم لو قصتوا حاجة ببلغوا لمحمد يجي زورني بلغالي ويقضي الغرض وآسف مرة تاني عشان ده بيكبت السبب في طلاق مش أنت السبب يا حسين هو السبب لأنه مش عارف يخوك قرار لوحده وماشي ورمامته طول الوقت ما تشيلش يا هم يا حبيبي إن شاء الله هيرجعه لبعض وخصوصا لم يعرف إنها حامل هو لسه ما يعرفش إنها حامل يخلص على وش أولادك قولها يا ابني ما تشيلش هم يا حسين خليك بس في الهموم اللي انت فيها لو ما اسمعتيش كلامي تبقى إن الزواج دي هم بهمك وقعدين إنك تقولي السهر إنك حامل وإنكوا ترجعوا لبعض إن شاء الله يا حسين إن شاء الله يلا يا ماما قد يساين دوام شو من هم يلا اسمعي كلامي ما توجعيش قلبي يلا قومي يلا يلا يا ماما يلا يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما تخلي بالك من نفسك تخلي بالك من نفسك مالك بس قاعد لوحدك على طول ومساعة ما جيت وتتكلمش مع حد خلص بتخرجش فوصحة ولا بتاكلش تكلمنا والله إحنا ناس إحنا ناس كويسين المحترمين والله تتكلم معانا يا إكسلانس خف السجاير شوية يا أخي فبكل لقمة بتاعد على طول كده ولا بتاكل لو عمات تحرق السجاير صحتك يا أخي دو سمو يا ماما يا ماما يا ماما شايفني شوفك إزاي بعد بخط النظارة اللي ما شوف بيها طب يلا حاليتنا التوهو ومو عدو بعيد عايزة تكلم لوحدة مع حدرة الزابط انت مش فاكرني حدرة الزابط ولا إيه؟ لعله آه طبعا هتفتكر مين ولا مين بس أنا بقى فاكرة كويس قوي عارف ليه؟ لأنك كنت السبب في أنك تعيكش في أول مرة في حياتي لما كنت بتخدم في الصعيد يا حضرة الزابط حسام الهلالي اسمك منسوش أبدا إلا بالحق انت وصلت للردبة إيه لما جابوك هنا؟ لما عارفوا إنك وزخ؟ هقطع لسانك وراحمة أبوي في طلبته هقطع لسانك ماشي 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 لأكل ده بتاعي مش هتكلوه من أمتى؟ ما أنا بقى ليش غور بأكل منه واتمجلي مزاجي جي الجديد؟ الجديد؟ إن مليش مزاج أسيبك تكلوه؟ دعا ليه يا نفسي يكون؟ مصلت؟ ايه رايب بقى يا حضرة الزابط ان انا هاكل الطبق ده طب ايه رايب بقى الهلو انك مش هتاكله جنرال عايزك تقول لي ايه رايك في الصورة دي ايه يا ابني الجنية ده شابه الخلق الناطق يا شابهك ايه مش انت قولي هذا دولار وانت هتعرف ترسم اي حاجة واي حد كده ايه بعرف ارسم اي حاجة واي حد بس على شرط يكون الحاجة اللي بحبها والبناء ادم اللي بحبها انا اصحب تصدق فنان انا معرض فباق يسلم ايه بيها حبيبة جنرال ايه ده انا شبتنك الحاجة اللي بحبها والبناء ادم اللي بحبها ايه مين مين انت حسام الهلالي ايه ايه انا حسام الهلالي انت مين انت متعرفنيش ولا عمرك شفتني قابلك ده لكن انا عارفهاك كويس جوي ومش هاهدى ولا يهنان يباجر انا مااخد بتعري منيك ايه ده اصلا دراسة انت وانا عرفك عمري شفتك قبل كده عايز تعرف انا مين انا حكمة لاي لاي الا الله حصل لنا الرعب يا ستة حكمة ممكن اعرف بقى حكمة مين مرة دياب البطاش اللي جبطت عليه وقتلت ابوه واخوه وقتلت معاه اخوه المحروس وحركت جلبي عليه انا قمت ابوهجبي جوزك واهلك هم اللي غلطانين بدل ما تيجي تلومين يا ستة حكمة روح يلومي عليهم ان هم مشوا غلط عيشتك لغاية دلوك هي اللي غلط بس انا هصحح الغلط دي وجريب جوي الله 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 ده انت ايه جاية فاردة قلوعك بقى وبتهدديني لا انا جاية برد ناري واتشافة فيك حد ما يقوني الاقوان واخد بتاري منيك وريحهم في جبرهم جوزك غدر بيا وضربني في داري وانتي بسلامتك جاية تهدديني النهاردة يا سلام ده انتو عيلة بكحة بجاحة واضح ان الخيانة والوساخة والجبن مقصالين في عيلتكو حتى النسوان اسمعوا ستة انت وانا لما جيت اواجيهكم جيتنا منشوكم ملفتش زي الحية وجيتنا اندهروكم علشان انا على حق وانتو على باطل قبل حكمة الزيارة انتهت حشتين انت كمان وحشتين بقيت احب الحبس الانفراضي عشان بشوفك اسم موسيقى موسيقى محدش عملها قابلك الناس طول عمرها بتترجى الرحمة ميلي ما برحمهاش وعمري محتاجت لحد تيجي انت اتعلم علي كميلك ده عالراسي عموه ومن النهاردة ليحرم علي ازيتك ليومي يعني خلاص لعله صحاب واخوات وحبايب وقال لا هتخضر انا بفهم في الاصول وعلى فكرة بقى انا كنت مزقوق عليك واخد عربون كمان مزقوق علي ميلي زقك الوقت زين زين وميلي زي زين ده وات اسمه ابو لغم ابو لغم وزين بقولك ايه سيبك من ابو لغم وسيبك من زين قولي العلو ايه اللي حدفك الحد في السودة دي ما تقوليش انا انا ماليش دعوة انا بتاع الصعيد وكانت القضية ست شهور انا افتكرت طمعي وغبوتي ما انت عارف انا طول عمري شغال في البلطاجة قلبت التخصص وقولت اشتغل في النصب وطلعت الطلعة والتانية وللأسف بقى في التالتة وقعت وشرفت هنا خمس سنين مانديه قمتتك الاخ العلو هو سكتنال ودخل بو حمرو كنت ماشي في البلطاجة والاشيا بومبون ايه اللي خلك تغير الكرير بتاعك النصب ده فلسفة علم شياكة اخلاق دخلت بالحمار خليه يلبس تسباك من انا معنك ما هو على الشاطر عندك حق يا دابوب ما هو على الشاطر اه حسن باشا انا اريس اقولك الحاجة ما تزعنش مني ان انا اي حاجة انا عملتها في حق الغلو وعلى مادة ايدي اللي عزت اتقاتها دي سماح يا سيدي وانا يا ام احلى واحدة كوكو في الدنيا طب اه بمناسبة القعدة العائلية دي مش عايزين تصلحوني انا كمان فطحوا صفحة جديدة معايا ايه؟ في حاجة بس استاذ العلو اللي اخدها مني في الاول خالص النضارة مش شايف احل خالص لعلو عشان خاطر حسان باشا النضارة انا اكرمك يا رب حبيبتي عشان قوي ايدا 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 يالي يا عمي في ايه شىف عفاريط والي ايه؟ ينا على ان تدعونا عافوين اننا عادين فيها دي لا 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 خد يا استاذ خد ايه؟ خد ايه؟ ألمس انا تعدت من جرجارك طول النهار اهو إسألو مش انت كنت نايزل تحط على ارضي في السيد وأنا كنت نايز و Бز هده جناب فوكس جناب يا فوكس إسااف 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 بصرعoo إسااف كويس يا فوكس أصحاب ألف سلام عليك يا حسام أنا زعلاء زعلاء أنا رفعت دياوي طيب مفتكرت تسأل عني دينا مربي هنا بقى ليس أنا عمص حقيقك علاء يا ابني أنا فكرت كتير أجيلك بس كان صعب علاء أشوفك كنت البادلة الزرقى هلها هلها بعد ما كنت بتشوفني بالنصر والنجمة ما تشوفني بالبادلة الزرقى في السجن يعني بس علش يا مشا عندي سؤال لحضرتك يعني خضر لما هو كان صعب على ساعاتك تشوفني كده ما وقفتش جنبي ليه مش أنا رجل من رجالتك مش أنا عيل من عيلك زي ما حضرتك كنت بتقول سلام انت عارف منقفة حساس بحكم وظيفتي وما كنتش قادر أعمل أي حاجة لكن لا لكن صدقتوا الهدلة وكدبتوني يا باشا صدقتوا الفلوس والسندوق وانا أنا راجل مرتشي وكدبتوني يا باشا صدقتوا صابت ما يسواش تلات تعريفة وساعاتك عارف الكلام ده ما يسواش نجمة من اللي كانوا على كتافي وكدبتوني يا باشا كدبته تاريخي كدبته عمري اللي كان هيروح مئة مرة في مئة معمورية عشان خاطر البلد كدبته حاجات كتيرة باشا أنا زعلان أرجوك زعلان يا رفعت بي ما تقوليش أرجوك أنا زعلان بس الأيام دول تزعلش مني الأيام دول وحقي حاخدو حاخدو أرجوك يا حسان أرجوك بلاش مفعال دلوقتي عشان الجرح اللي عندك الجرح قالت وكان خلص علي كنت رتحت الجرح ده عمري ما يلم يا باشا مش هيلم غير لما أخد حقي ألف سلام عليك يا حبيبي الله يسلمي كمان الحمدل على سلامتك انتي ليش وعمر الشاي باي انتي اللي جابك وانتي تعباني ما أنا لو ما كنتش كي تتطمن عليك كنت هتعبا كتر أنا زي الفرد صاخ صليم أداما كمان الحمدلله يا حبيبي الحمدلله عرفت من اللي عملت بكده؟ عرفت وحسابه معايا قرب دوي لا يا حسان بلاش لو سمحت احنا مش مستغنين عنك هاو النبي يا حسان يا حبيبي الناس دول ما يعرفوش ربنا أنا بقى هعرفه لهم يا ماما ما تقلعيش أنا واخد عالتعامل مع الأشكالي كويس طمينين يا شاهند حسان الصغير عامل ايه؟ كبر يا سيدي وبيسنن دلوقتي وكمان ما بينايمنش طول الليل نفسه شوفه أوعيدك المرة الجاية أنه هيقوم معايا لا لا بلاش تجيبني زر نهيرا كليلا مخرق إن شاء الله ونشبع منه ادعيلي بس يا حسام ان انت تخرج تلقيه في حضني لحسان زاهر مصر ياخده مني وما بيزهقش يا إله إلا الله يا بنت ما ترجعي له بقى وترايحينا وترايحي نفسك قل لها يا بني قل لها دل لساني نشف على أقل الوادي تربي فوسطيو مش هرجع له يا ماما مش هرجع له يا حسان انت حرة يا حياتك انت حرة فيها طماني عليك غابور الشغل يا محمد والله الحمام شوالا بور في صلاح كتير قوي داخل البلد ومش عارفين مين وراه انا عارف عارف اه عارف احبهولك مين دياب البطاشة الحمام مش شرط تحسين لا شرط وأنا متأكد من اللي بقولولك ولو تحب أدلك علي يسلمهولك أدلك والله لو كلمك صح يدلني عليه في ودي اسم الطاهر المستيش شغال في الإدارة عندنا في البوفي متطوع دلوقت أنا كنت زرع وسط البطاطشة عشان يجيب لي أخبارهم أول بأول وإزاي بد مهمة زيته شغال في الإدارة ومحدش يعرف حد عنه لأنه كان عميل سري محدش يعرف عنه حاجة وأول ملاضية خلصت ومهمته خلصت وبعد اللي حصل لي طبعاً محدش يعرف عنه حاجة وليسا شغال في بوفي الإدارة هتلاقيه متل أقاح في البوفير بقولك يا فاكس فك إن الكئابة اللي انت فيها دي بهدت علينا الله احنا كنا فرفوشي نعنوشي بوقي واقع مني مش عارف حد حد تاني فيها يا جنرال بقى مفيش حاجة اسمها نمو وإحنا شافيناك كده لنام إزاي يعني بقولك إيه هفكك يعني هفكك هفكك من إيه بقولك إيه اللي زعلك يزعلنا واللي فرحك يفرحنا ولعله خير إن شاء الله علك حق لعله الله يا رب العلو يا رب يجي الخير رب أنا محرميش منكو رجالهم صحيح الناس معادي ما تعرفهش اللي ما تعشرها على رأي المسل تعرفه لأنا يعرفه عشرته لأ ما عشرته اشتبه ايه ما تعرفوش وأنا عرفتوكم وحققوكو علي لو حد زعلم مني في حاجة فك يا فكس حاضر يا ريال هالله رجالة تصبعوا على خير رياحوا أشوف وشك بخير يا باشا كفارة لعله ولو إنا ما هتوحشنا صحر إنت اللي هتوحشني يا باشا وربنا يفكي سجنك غريب إن شاء الله قادر يا كريم لو يتشتغلي لما تخرج أي شغل أنا أزمهاني ربنا إن شاء الله أكون بارس في السيمة للمهم إن أنا خرجت من هنا وعايزك يا باشا تسمحني على أي دق ناصع مرتبعك من سامحك العلو والله العظيم من سامحك من قلق السلام يا زميلي السلام يا بو السلام يا عميب هالصلا هتوحشني يا العلو بسب إذن الله خير إن شاء الله لعلو لو ما بنت حبساجي كنت أتمنى تبقى أخويا هتوحشني كلنا في الهوى سوا هتوحش عندك هتوحش خير هتوحش الآن اصحش مامتك في البلاكوت مع رباً بعمرها ولكل أجل انكتاب بس أنا أما كنتش دخلت في سجن مكادش ماتت بآخرتها علي وحد الله أنا كل إنه وجعني إنها ماتت وياز علانة مني دولار حافظ الفتحة حافظ الفتحة حافظ غير الفتحة لأمه بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بس يا رباً ماذا؟ أخذ بالك من نفسك ويسألوا على يدك أما أنت أخذ بالك أجلال على نفسك؟ موشي أمي يلا يلا موشي كده برضو أهون عليكي ترفع علي يا قضية في المعات ومتمرمطين كده ما كانش العاش يا مامرة الغالي عشان إيه؟ ما أنا جلت اللدك كذا مرة وأنت منفعش معاك ما يصحش كده يا إيمان عيب الراجل ما أهما كان في بيتك وإكرام الدف واجب ولا إيه؟ أنت ما تتدخليش في اللي ملكيش فيه إيه اللي معاتك معينا أساساً ما تتفضلي تقومي دراية ستة إيمان هو أنا كلمتي تيلي على قلبك كده على طول آه هي كده ممكن تتفضلي تقومي خلاص خلاص يا إيمان خلاص الراجل جنة لغاية عندنا المسامح كريم هو حس بغلطه مفيش داعي المحاكم يا حبيبتي والله أمر والله الزت دي أمر وبعدين شوفها بنت الناس إحنا ممكن نحلها ودي بيننا وبين بعض وما نروحش المعاكم ومدخل الغرب بيننا وإذا كان ليك يا حق يا بيت الناس خذيه على المادة من فوق قلتي إيه؟ ماشي نقعد المحامين مع بعض وهما يتصرفوا في المنطقة واللي فيه الخير ربنا يقدمهم أيوة كده الله يرحمك يا معتزفو يا فعلا قرفت تتنقي كده بقى يا مادام إيمانتي بقي ضمانتي حق المرحوم معتز في بيت الحلمية شكري جدا مش عارف أقولك إيه والله تعبتك معايا تعبتيني في إيه دا صغري قطر قلب خيرك يا أستاذة أظن بقى كل واحدة فيكم خدت حقها التالت وامتلت مش عايزين حاجة مني تاني لأ لسه نصبنا في المحل المحل إيه؟ المحل ده إيجار والإيجار لا يورس هو الإيجار لا يورس لأنه مش من ضل تركته المتوفى إنما إرادة المحل ليكو حق فيه الله 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 يا أستاذ ما تشفد وطنك وتعد المال ماشي ماشي ومع ذلك ماشي إرادة المحل هقسمه كل أول شهر بشرق ربنا أصوبين وبينكم أنا بحب شدك كالبيتي لقم حرام أهلادي يا أستاذ حسام الهلالي تفضل شجر حصور ممضيلي بقى أنك استلمت حاجتك حاضر ممضيلك ممضيلك آه هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع تفتكر هين أحسن ولا برا أحسن حصور؟ أهااا كل محصل بعضه يا ابني هنا سجن صغير، وبرا سجن كبير، وده إحنا عايشين صح برا سجن كبير ماشي يبقى خلينا نشوفك بقى شوبك في السجن الكبير بقى حصور إن شاء الله أوه، السلام يا حبيبي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عربية جميلة؟ آه يا حبيبي مبروك الله يبارك فيك يا حسام هقبالك يا إبراهيم ألو؟ آي يا أستاذ إبراهيم الملف هتلاقيه عندك في درج المكتب لأ أنا ساعتين إن شاء الله وهكون عندك يلا مع السلام هاضح إنك بيتي مشغولة هعمل إيه يا حسام شغلتي علمت ناجيل هموم ومشاكل للناس فوق مشاكلي أي علا ها؟ أجلت القضية في المحكمة؟ طيب تمام لا إستنيني في المكتب أنا ساعتين وهيكون عندك إيه؟ آه أنا في مشوار شغل هجيلك على طول على المكتب يا بنتي قلتلك بقى قضية الشيكات دي ملهاش حل حليها أنت يلا مع السلام يو مش هرود بسورة يا حسام مش عارفة أتكلم معك كلمتينة على بعض أنا إبنك مش حاجة بتفضل على حالها واضح إن الدنيا اتغيرت باقيتي مهمة بشغلتي كلنا اتغيرنا يا حسام وما فيش حاجة بتفضل على حالها صح ما فيش حاجة بتفضل على الحال أنت عارف الشغل ما برحمش فعرفت إيش أجيكم معلش ولا يهمك يا سيدي أنا رحت و جبته ورجعنا على البيت وهو عايز يكلمك لا استنى يا شهين دا بس عشان أنا في اجتماع مهمة وشهين فأكلمه دلوقتي أكلمكم تاني يا سلام بيقول إنه عنده اجتماع مهمة وأول ما يخلص هيكلمك إحنا مش هنستنى حد إحنا هنقعد بنيا كل عودة يا واضي أنا عاملالك بقى النهاردة كل الأكلات اللي إنت بتحبها ربنا خليكي لأمام الله الله يا سيح حسام بقالنا كتير قوي ما شوفناش وليمة زي دي من الواضح إن إنت غالي عند موما قوي كانش فيه داعي تتعبي نفسك أمام يا حبيبي لو ما تعبتش عشانك هتعب عشان أنا كان نفسه رياحك وما تعبكيش جرأي يا حسين ما تشمر إيدك يلا وتاكل عشان أول ما تخلص أكل لنهو كده المخلينة في جبايتين شاي زي زمان عشان نشوفها تعمل إيه عامل إيه في مستقبلك طبعا هيكون في إيه جرأي يا شان بس بيه يشم نفسه ياخد حريته الأول وبعدين بعد جده يفكر هو هيعمل إيه حريتي كل شان كل أماما فتح؟ ايه استغطى حلو اسمح حجمت هتخرج من باب الفيلا دلوقتي تقطروها خليك وراها وانا هتكلمك وعرف انتو عناني طريق وحصركم يلا على طول على طول لا يحسن استعدوا الكمين في حركة مش مفهوطة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حلو انتو فين طيب عرفت السك اقوى حجمت تفلت منكم انا جاي على طول يلا اشتركوا في القناة 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 ده ايه الصحبة الحلوة? حسام بيه وطاهر باشا. انزلوني. محمد محمد انا مستعجل ما فيش وقت الكلام. مستعجل علي ايه ده بس ايه ده بس هتفتش العربية. يا محمد تفتش ايه ما اقول لك مستعجل? ازاي بس يا حسام حسام حسيبك تيبشي كده مغير ما تفتش العربية. ده احتمال بعد ما نفتش العربية ناخذك معانا على ادارة. الادارة وحشال اويا. يا ابني انت ما بتفهمش بقولك مستعجل. يا ابني اختك شايند وامان في خطر. قتشه العربية. افتح الشان. بسم الله الرحمن الحين ايه وكده هتبني بالسلامة ان شاء الله. يلا بسم الله háأ, أحسام السلامة ان شاء الله مرحباً مبروكاً مرحباً 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 دياب دياب اللي انت فاهمتني إنك قتلته وطلعت كذابة محمد بيه لا دي لعبة شكلكو كداً كلكو عملين هعليه هتقول لعبة ليعة whereas ما الفهم مفهم ايه مشеньت الي قرت لعله على طاهر وطاهر دا اللي قالى على الدياب وصلة بيك الوساخة يا حسان إنك تورد أخوك عشان تهرب مجرم مش وقتهم مش وقتوا الكلام دي بيقولك ايمان مشة هنطف خطر دياب خطفه انت تقرس انت كل المصايب دي بسربة أنا هحبسك يا طاهر ده لو قارفت تمسك عليها حاجة كل الكلام ده مش وقته يا محمد بشاهن ده في خطر يا أخي تبقى فكت أختك خلو دياب إنتو في بينكم كلمات؟ أختك ومرتك حدان وولدك كمان ابني؟ ابني زي؟ مالك تخلعتك ده دي مش مرتك كانت حملة وهو ولدت على يدي والحمد لله اسمع 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 صوت ولدك اسمع اسمع يا مالك أنا هقالك تسمع صوت اختك أصلي بورتك تعباني تعباني استنى شوي استنى 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 استفتحوا الباب خلوا أنتشوا رحمة أرى ما أليسوا أرى أرى إذا فين؟ من الوضع فولتها تدوان فان يا حسين الحاني يا حسين الحاني بنخذوا من يحصل إيه دا شاند؟ إيه دي خالص طلع طمانين إيه من بخذ؟ إيه دا شاند؟ إيه دا هلو؟ أفتك يا حسين؟ شاند؟ آه أفتك يا حسين؟ يا خاوة أفتك يا خاوة أفتك يا خاوة أفتك قطعت كلبي اسمعي وعد الهلالي زي ما قتلت أبويا وأخويا وقتلت جابر وهو برفرف فاكر ولا لا؟ حكت لولدك حكت لولدك حكت لولدك اسمعي وعد الهلالي اسمعي 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 ابني لقى يا ديان ابني لقوا هعمالك اللي انت عايزه هاتبح هاتبح حكت يا ديابة بطوش اطبعها محمد خطرح أفتك 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 اشتركوا في القناة 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 كنت لسه بفكر في الموضوع ده ما تجي نروح للدكتور اصلا انا روحت للدكتور روحت للدكتور اشتركوا في القناة 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 وابطيب منت ازيتهم انا ربيتك على حب ربنا والخوف منه لكن انت اكيد ما بتعرفش ربنا فين فين حزام فين ربنا جواك فان واخر حاجة كنت Lara انك تشتغل في اججرة السلاح ومع مين مع الراجل اللي قتل من راتك وابنك جوا باطنها وقتل ابنك من إياتي مين للدرجات دي للدرجات دي أنتا قديعتم مننا لو احنا مش حسين؟ اديكي قلتيها اديكي قلتيها بتنددي ليه؟ انت قلتيها ما انتوش حسين ما حدش شاف المر اللي انا دوته ما حدش كرانتو اتباه ديلة زي لو واحد سيجو شاف الروبع اللي انا شفته كان عامل قد كده نبيت نره يا ماما مش كل ناس ضعيفة زيك مش كل الناس بتطاطي للشيطان زيك لا 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 في ناس بتطاطي وفي ناس ضعيفة وكل واحد مهما كان قوي جوابها نقطة ضعفة اول ما حد بيلمسها بيجي على راكب وارد ارت وانت فين نقطة ضعفك يا بيه؟ في كرامتي البساطة شديدة كرامتي اللي اتبعترت ودهست بالجزمة سمعت اللي توساخت في الدخلية مستعبان اللي ضعوه شغل اللي كنت بحبه وكنت حموت ميت مرة فيه خلاص واحد عايش ميت ما عندوش عمل بيستنيين منه ايه؟ وانت دلوقتي عايش فين امالك يا أستاذ فين؟ لا من ناحية عايش في عايش الطمين طمين يا يا ماما عايش وعايش كويس قوي كمان وقوي قوي جداً هتدوس على اي حد بالجزمة يا خسارة يا خسارة يا حسين بيعت نفسك للشيطان؟ واسبعان يا اوام كان قدامي سيكة من اتنين يا استاسهم للي انا فيه واضرب نفسي طلق واموت منتحل وساعتها حبقى كافر مات كافر كلبه راح واتحرم من جنة ربنا في السماء ها ها وارضيت بجنة الشيطان كان عندك حل تاني والله اخسر كل حاجة ما انت خسرت كل حاجة من ساعة ما باعتي مopardك وقيمك خسرت كل حاجة يا خسارة يا خسارة لنبي ما تقود تت سعباني بيعت قول لي خسارة مبادة اكي وقيمك وانت الباطل وامو الباطل وباطل مشاريتك وأمو الشهيد وسورة ابقوك أمري 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 كيف أمري 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 لا واستغل خبرته في الشرطة وفي الداخلية عشان يسهل له عملية التهريب أظن ده أكبر دليل إن سجنه مكانش صدفة ولا ظلم حرام عليك ما تقولش على خب كده هي دي الحقيقة اللي أنت بتحاول تنكريها كفاية بقى كفاية حرام عليك كفاية تلسة برضو مش مصدقها ماشي بس أنا يوم مقبض عليه وادخله السجن تاني حتصدقي ساعتها هاستقبض عليكم كي محمد هاستقبض عليهم هاستقبض عليهم هاستقبض عليهم وقدميش حال التاني ده الحال الوحيد اللي قدامنا عشان العيلة ترفع راسها فوسط الناس لو أخوك كان غلطان المفروض إنك توقف جمه وتعقله وتحميه من شره نفسه مش توبض عليه عشان ترقيه والعلاوة يا غسار التعامل اللي راح عليكم يا غسار التربية فيكم يا غسار التربية فيكم واخي بتعامل بيكم خير انتم مين احنا مش عايزين أكتر من واد واد لا 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 سيموا الوحيد سيموا الوحيد سيموا الوحيد ايه؟ لعله خير إن شاء الله مالو؟ الحاجني يا دياحة الحاجني؟ المنصور مات من زمان دوات حسام الكلب اسمعي جاهزي خلقاتك احنا لازم نمشي من البيت ده جواب انا كايبت يا دياب كل يوم من بيث البيت ومن مكان لمكان يا حكمة الصبر يا حكمة الشغلانة الجديدة دي حتريق انا جاي يا حكمة جاي انا كايبت يا حكمة بتاكمة انا واحدان ما لك بيه؟ سيدي دياب الحقنا يا حسيدي هجبوا علينا في المغسن جتنوا رجالات كلها وسرجوا البضاعة سرجوا وشجعوا عمرنا يا حسيدي دياب تجيبت يا حسيدي دياب ماتخنان! واحدان! مش ياب بنيرتكلم سمي بالله باشا واسفلي من النوس عين أمه الله ينهور الله ينهور رجالة كده باشا احنا عملنا اللي علينا مش فاضر في اننا اتساوم دياب على النوس عين أمه ده عشان يعرف ان الله حق كده ويتقي ربنا وبالمرة اللي امي تعبينه عناني عارف اش درار اللي كنت معنا وشفت معنظر امه احنا بناخد منها بنها بالعافية كان قلبك يا توجي قوي ياكش داول عيه وجوز مش كفاية حرام وقلب الباشا على ابنه ياكش حرام عليك حرام عليك دعاية صغيرة ليه شيء زيان بقال حرام حرمت عليك عيشتك العين بالعين والسن بالسن والبادي اصلا ولعله خير ان شاء الله يا باشا طبعا عايز اعد لوحدي انتو طرش عايز اعد لوحدي تعبان صغير تعبان صغير من ناس لتعبان كبير اينا عملكش زنب في اللابوك وامك عملوه بس زي ما قال لعله العين بالعين والسن بالسن والبادي اصلا حترك مضطرة ترك عشان اقضي على ناس للبطاتشة هينعم بيقولوا التعبين الصغيرة ما بتعزيش بس مين عارف بكرة تكبر هتب هتعبان كبير زي ابوك ونسعيتك تبقى القبر ملطر 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 قتلك زي ما يتلبني ومن قبلها قتل وسنبه اللي اصلا ملطر قتلك ملطر قتلك ملطر قتلك ملطر قتلك ملطر قتلك مفوووووووووووووووهود ملطر قتلك ملطر قتلك اتكلم اتكلم انا ما اعرف انك هتتكلم الو كده نبقى خلصين قتلتلك ابنك زي ما قتلت لابني ومحدش احسن من حد عمرك شفتي واحد يبيكت الولده بيده انت عارف يا حسن بي الولد دايب قمين ده ولدك مش ولدي ولدي مثل زمن قوي ايش عال وحلل عليك المخازن اتخفوه لا يا ازمار اتخفوه لا زي ما اتخفوه لا زي ما اتخفوه لا زي ما ابننا انت بتقولي زي ما انت سامع إيمان ابني وابنك عايش ممتش يا عزين يا عزين تعبوا سبلارة عمرها يا عزين يا عزين يا عزين ازاي يا عزين ازاي اللي بقى نقولي الحمد لله الحمد لله بيابنك تنهوش وانا كنت فاكر بيابني انا فراح يببنك انا فراح يببنك حزين ابراح فيه فراح عراف شط ايه 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 كنت فهماني غلط يا ريحي لا انا كنت فهمك غلط بس دلوقتي فهمتك صح انت قناني وما بتحبش اللي نفسك بتزليش اكتر من كده بديش فهم اللي انا فيه وانت ليه ما فهمتش اللي انا فيه وبدل ما تقف جملي دست علي اكتر انا مفتعد ان كامل تسوي فم تخلي فيه خالص وانت عندي اهم حاجة في الدنيا وهتكمل معي ايه بقى شفقة ولا تضحية لا اكمل معك عشان بحب بتحبني الحب يا محمد انك تاخد ودد وانت عايز تاخده بس وانا مش هابل ان ايجي علي يوم تتجوز علي علشان خطر تجيب بابي وليه انت شاهم ده انت مش قلتي بالعلاج فيه امان ياه تصدق ان انا كنت بستني اسمع منك كتب بتندول لما جيت حكتلك ساعتها لو كنت قلتهم كنت هفضل مخطوع فيك انما دلوقتي خلاص احساسي بالامان معك رح ومش هيرجع تاني ولو سمحت بقى تطلعني طب ندل بعض فرصة تانية كل واحد يقعد مع نفسه يفكر ونشوف الكرار اللي احنا نصلي انا كرار يخطه مش هرجع تاني واضح طبعا انها مش عايزة تعيش معاك ويا ريت زي ما دخلنا بالمعروف نخرب بالمعروف ديني فرصة تانية يا ريهان فرصة تانية احنا دلالك اكتر من فرصة يا بحب وقفنا جمك في اصعب الظروف اللي مريد بيئة وجددنا فيك الثقة اكتر من مر لكن للأسف ساقتنا جيم كريتش في محلها انا تمسكت بيك وقفت قصد اعراب بالنسلية عشان ابقى جنبك فوقت انت كنت فيه ضعيف لكن انت مع اول لحظة ضعفة واجهتني عتبتني عليها ومشت وسبتني انا بحبك مبقاش لي لازمك كلام ويا ريت نفس بقى اللي طلبته منك لازم تفهم ان انا لما وفقت ان انا جوزك بنتي انا كنت فكرا ان دا فيه ساعدتك لكن تحزنها وتبيتها كل يوم بدموحها يبقى ليه تك احسن يا حضرت الزبط واذا رفضت انك تطلقها انا هيبقى لي شغلة تاني معك انت لما قلتلي انك ما متخلي فيش انا اتجرحت اكتر منك مليون مرة وصدمتك اكتر منك كتير عارفة ليه اشكال نفسي او يخلف طفل مني يمكن ده اللي خلانا اتعصى بساعتها واخرج عن شعور انت طالق اريان لا حول ولا جوة الا بالله طب والله العظيم صعبا علي يستاهل هو اللي جابه لنفسه طب انت ليه يا ست عيك ما تعملت فيه كده دي اجل حاجة اعملها للي كان السبب في موت ولادي وحرماني منيهم طل عمري دياب بعد ما كان الحضن الدافن اللي بتحمى فيه بيجي خطرة على نفسه عليهم وكان لازم انتجي شره واحرق جلبه واسجيه من نفس الكهس اللي سجاني منيه طب احنا هنعمل ايه في كل السلاح اللي سرجناه من مخزن دياب انت مش خزنته في البكان اللي قلتلك عليه؟ ايوه ما ليه انا عملت اللي انت قلت عليه بالحرف الواحد انا اتجرتك امواد ما لناش علاجة بينهم خالص ودخلوا على المخازن جتلوا رجال الدياب وخدوا السلاح وادوها على المكان اللي انت قلت عليه وخدوا اللي فيه النصير ومشيه تمامك ده احنا دلوقت نكن شوي لما الامور تهدى بعدها نتصرفه في البضاعة براحل طب وانت تفتكري يا ستة عيك مد دياب هيسكت دياب ساعتها مش هيكون على وش الدنيا أساسا معقول يا ستة عيك مد ده عايز انا نكتل دياب كمان؟ لا مش احنا اللي هنكتل ود الهلالي هو اللي هيكتل طب ودي تيجي ازاي دي؟ شوف يا طهر دياب دلوقت فاكر ان ود الهلالي هو اللي سرج البضاعة عشان يخسره ويكسره في السوق وعمره ما هياجي في باله ان احنا اللي سرجنا البضاعة ويا رب ما تيجي في باله أبدا الشر برا وبعيد طمام وعشان يبقى الشر برانا وبعيد عن نينا لازم ان نخله دياب يكتل ود الهلالي وطبعا ود الهلالي مش هيسقط وهيدافع عن نفسي نجوم ويكتلوا بعض ونخلص منهم هما الاتنان الله ينور عليك يا طهر وساعتها السوق هيخلالنا أنا وانت ربنا يحميك ربنا يحميك ونزيف اللي بقلب هيوطح يا حكس نزيف نزيف جاليو اللي هتبقى شمشو آخر الشمشي هتطلح على ود الهلالي تقري تقري وتقري سمعت الكلام ده كتير طوك ما افتكرت تقري قولي هتقتلوا كيف ود الهلالي وعمل حفلة كبيرة كبيرة قوي وعازمها لها البير كمان ها بلك يا دياب لو عملتها وقتلت ألبير معاه كمان هترجع دياب الكبير اللي كان جوا قلبي الله هكتلوا 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 بحكرت هتجعلك سهي زمان وقتلوا أهلا وسهلا يا مستر ألبير منورت المكتب؟ المكتب منور بصخابه يا حسين بير الله ده انت لسانك ماشي في المصر يا هو مالا في مصر لازم اتكلم اللاجئة المصرية ده يزدنا شرف الله يخليه منورة مصر يا أنسة ديني مصر منورة بأهله والله يشغفتوني شرف إلنا أنا بعد إذنكم طبعا الحفلة اللي كنت أقيل لحضراتكم عليها أنا حاولتها بقت على شرفكم كلك سوء وأنا شاكر جدا أنك أتحتلي فرصة زيارة مصر وحضرتك ليه عمرك مزورة مصر قبل جديد؟ ما كنتش لاقي من يقنعني أني أسيب كرواتيا وأجي مصر لو سام على الصدري بقى أن أنا قدلت أقنع حضرتك تيجي مصر طبعا عموما يا رب تعجبك وإن شاء الله تنقل إقامتك فيها بإذن الله يا هذا المساهم أستر القلبي منورة تفضل تفضل يا نيسة ديني بدكم ومطرحكم بصراحة يا حسان بدي هنيك عزوءك الحلو كتير حلو الفيلا هو الحقيقة مش زوءي زوء الحكومة المدام يعني بيظهر الحكومة عندكم زوءها يا جميل أول يا مش اخترتني بيظهوها يا جميلة مستر ألبير بهيد معك حب طيب وين المدام لنشكلة؟ ممتها تعبيرنا شوية ألي تعد معي معلش هي بتعتذر وأنا بعتذب بالنيا بعد منورين ومشرفين عريم مع مستر ألبير ها؟ هلا عايزك تدلعهم آخر دلع ما يغبوش على عينيك فضر يا فندي مشرفنا منورك فضر يعني إيه ما تقدرش هواني بكلم أي حد ده إنت سيادتك أهم واحد في الحكومة إيه؟ إيه حكاية جهة سيادية اللي انتوا مسكل فيها دي؟ أنا آسف، أنا آسف يا باشي تمام داخل علينا دلعتي انت بتأكد إن ده اللي خضر دكم؟ آه هو موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة